من يعني فسائل المقاومة هي جزء من الإطار هذا شيء لا يمكر لكن من هو من قادة الإطار الذي يمتلك قرارا مؤثرا أو قرارا يمكن أن نسميه ولائيا على قادة المقاومة بأنه من الضرورة كما تقول حسابات المرحلة بكامل تفصيلاتها وآثارها المستقبلية هل هناك من يوجد في الإطار يتبنى هذا أم الكل يخشى لأنك قرار من بره يعني كان خطاب السيد العامري خطابا متشنجا نوعا ما خطاب يعني فيه حالة يعني يلوح بوجود أزمة يلوح بتصعيد يعني لذلك يعني هذا الموضوع يعني أستاذ نجيم هذا الموضوع بصراحة مقلق جدا موضوع استهداف هذه أو هذا التواجد للمستشارين اللي هم يعبرون عنه بالتواجد الأمريكي والقواعد الأمريكية وهي هي ليست قواعد أمريكية قواعد عراقية تواجد فيها فريق من الأمريكان اللي يقع تحت يافطة التحالف الدولي هذا طبعا سيؤدي إلى حدوث اندلاع أزمة الأزمة هذه التي قد تنشوف قد تؤدي إلى يعني مشاكل كثيرة لذلك يعني هناك تباين بمواقف الإطارية من ضابط الإيقاع بهذه الأزمة؟ هل نضابط إيقاع؟ ممكن؟ أعتقد بالإمكان يعني هناك لاعبون أنا اليوم أنظر إلى الشيخ قيس الخز علي أنظر له إلى أنه أكثر حكمة وأنظر له إلى أنه يستطيع يعني أن يحافظ على كيان الدولة وليست الحكومة أنظر إلى السيد نوري المالكي يعني صح هو من حزب إسلامي لكن واضح عليه المدنية والعصرنة وواضح عليه أنه رجل دولة لأنه قام بتولي عرافة رئاسة الحكومة لدورتين فأعتقد أنه أكثر الناس تطلعا إلى الحفاظ على كيان وعلى أركان الدولة وأرى أن السيد هاد العامري يعني لديه وزراء بالحكومة الحالية وبالحكومات المنقضية وبالحكومات المتعاقبة هو كان أيضا وزيرا في فترة ما لذلك هو يعرف بواطن ويعرف تفاصيل الأمور فهو أعتقد من بعض أولى هل ما زال لإيران أثرا وتأثيرا وتحكما في القرار التي تتخذها الفصائل أم أنها تتحرك من وحي عقيدتها وقراراتها مستقلة هي صرحت أستاذ نجم هي صرحت بأنها غير مرتبطة بإيران ولا تهتدي بأمر إيران لكن إيران حينما تتكلم كلام هذا الكلام يكون بمثال يعني كأنما إيران سلوكها سنة وفعل وتقرير وكأنما أي قول تقوله هو منهاج عمل لبعض ممن يريد أن يتصرب بعنف لذلك طبعا هي إيران سبب الأزمات كلها لا توجد أزمة في المنطقة إلا وإيران خلفها يعني نحن نتكلم بشيء من الوضوح والصراحة قد يزعى لبعض الأخوة يعني لكن نحن لسنا بمرتبطين مع إيران ولا يعني اليوم إيران لا توجد معركة على أرضها ولا يوجد قتال على أرضها ولا يوجد أي أنطلاق من صواريخها على الكيان الغاصل يعني إيران تملك أكبر منظومة درونات وصواريخ في الشرق الأوسط لذلك هذا الخزان الصواريخ قوة من باب أولا إيران تطلق على الكيان الغاصل ليش تكلف أذرعتها ليش يعني ليش تحرج يعني تحرج بعض الدول الآمنة والمطمئنة وتحرجها عبر تحريك بعض حلفائها لذلك أعتقد أن إيران لو تجلببت بجلباب الشجاعة والجرأة هي تقوم بهذه العملية وهي تتمثل وهي بنفسها تنبري وهي من تقوم بالقصف هي من تقوم بتسير إيران جهزت روسيا ببعض المسيرات لماذا لا تسير مسيراتها على الكيان الغاصل وفتح بغزة أخوش